في الحقيقة يعني كافية التسويق لأي مشروع أو أي يمكن منتج هي أهم حاجة عشان خاطر نقدر نوصل أهمية هذا المنتج للناس وإحنا عندنا في الحقيقة مش منتج إحنا عندنا كنز وتاريخ يعني أنا من الناس اللي بحب قوي قارع عن التاريخ وبعيش الحالة فلما بشوف المتاحف اللي عندنا أو المعابد اللي عندنا أو بشوف حتى يمكن المدن الغرقانة وإحنا مشوفناها دلوقتي على شاشة أنا قادر أعيش الحالة كلها فمصر دلوقتي أو الحكومة المصرية عمدها خطة عشان تقدر تحط الأثار دي في متاحف طاليق بهذه الأثار رح نتكلم عن مشروعات كبيرة أو المتحف المصري أو المتحف الحضارة أو المتحف الروماني واليوناني كلمنا بقى عن خطة الدولة في المشروعات دي إيه في الفترة الجاية طبعا إحنا في البداية بنتوجه بالشكر في خامة رئيسة الفتاح السيسي على اهتمامه بملف الأثار وعندنا رئيس الوزراء أيضا دكتور مصطفى مدبولي يعني دائما يزور الأثار وتابع بنفسه مع وزير السيحة الأثار دكتور خالد العناني وأمين عام الأثار دكتور مصطفى وزيري ففيه إنجازات بتحصل على الأرض لم تحدث من قبل يعني من 2017 سمي هذا العام بعام الاكتشافات الأسرية ثم تبعته أعوام عديدة إلى الآن كل يوم اكتشافات أسرية بتحدث بأيدي مصرية مفخرة للعالم كله سات الرئيس بيزور كل الاكتشافات الأسرية والمناطق الأسرية اجتماعات مستمرة من ساته مع فريق العمل تابع المتحف المصر الكبير المتحف الحضارة في السطط التشريف الرئيس لنقل المميوات أيضا طريق الكباش في الأقصر وننتظر إن شاء الله هذا العام افتتاح المتحف المصر الكبير يبقى حدث عالمي أشبه بافتتاح قناة السويس أيام الخديو اسماعيل حاجة مزهلة جدا جدا وهتبقى مفخرة لأنه ده أكبر حدث ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين وده بيؤكد على رسالة مصر الحضارية في العالم وهيعتبر بالنسبة لنا هذا الافتتاح شيء مزهل لأنه هيستمر حوالي عشر تيام الدكتور زيح واس أيضا بيعمل أبرة توت عن خامون سوف تعرض في هذا الافتتاح فهيبقى حدث عالمي بكل المقاييس القيادة السياسية ستدعو كبار الشخصيات من الملوك والرؤساء والشخصيات الثقافية والسياسية في العالم كله لحضور هذا لأنه بنقول للعالم أن مصر ما تزال تبدأ الحضارة ما تزال تنتج الثقافة ما تزال متدش العالم بسرقها الحضاري العظيم المتحف المصر الكبير يتم ربطه بمنطقة أسار الأهرامات ده أنا بسميه مسلس سياحة المصرية في القرن الحادي والعشرين مسلس مكون من ثلاث أضلاع الضلي الأول متحف الحضارة في الفستاط في المميوات الملكية عزيزي حاجة تروح تشوفها تنبهري المتحف الكبير توت عن خامون وده بيسميه بيت توت عن خامون الجديد منطقة أسار الأهرام العجيبة الوحيدة اللي بقية من عجاب الدينيا السبع الهرام الكبير بتاع الملك قوفه وتلاتة تربطين ببعض حضرتك تعملي عوائد مالية تلات تزاكر في هذه الأماكن تقدر تزوري هذه الأماكن أيضا تخفيفي الضغط عن القاهرة المتحف المصري في التحرير أيضا متحف تاريخ الفن والمستربيسي زراوع بتاعة الفن المصري الأديم أيضا التلاتة الدول هيعملون عوائد وفي نفس وقت الزهارة سريعة جدا وحادك تقدر تشوفي كل هذه المعالم في موم واحد بشكل سريع ترجمة نانسي قنقر